مرحبا كيفكم اختبار الوحدة للصف السادس هون نسبة المثلثات الى الضوائر هي ثلاثة عثنين ثلاثة الى اثنين نعم هاي هم بينين ثلاثة الزرق الى الاثنين مقعد كتلة 3 كيلوغرام ويحتوي 2 كيلوغرام من الخشب و 1 كيلوغرام من الحديد ما نسبة كتلة الخشب الى كتلة المقعد وهي دي لان الخشب الى المقعد الخشب اثنين والمقعد واحد فاثنين الى الى واحد الى كتلة المقعد كامل اه الى كتلة المقعد كامل فابدك تجمعي يعني اثنين وواحد ثلاثة احسنتي معدل الوحدة للسيارة قطعت 60 كيلوغرام في ساعتين هو ثلاثين اه اي نسبة الاتية تكافئ النسبة ثلاثة الى عشرة اللي هي ب النسبة المئوية 65 بالمية على صورة كسر عادي في ابسط صورة هي ثلاثة عشرين على عشرين لما نحولها على مية طبعا ونبسط لبعديها النسبة المئوية للاجزاء المضللة هي 35 بالمية الكسر العشر المساوي للنسبة المئوية 75 بالمية هو لانه اصلا المقامية طيب 60 من 40 تساوي C 24 82 بالمية من 50 كيلوغرام تساوي 41 كيلوغرام طبعا 50 تضرب 82 على مية 60 بالمية من 40 40 60 على مية لا تنتبهوا الى الاصفار كلها تروح فتعرفوا الى الاصفار قيمة الخصم لخزانة 800 200 25 هنا نقوم بقيمة نقطتين وطلع الجواب النهائي يعني 200 بدى اضربها ضرب قدى 25 نقطة 25 على مية سفرين نروح مع السفرين 2 في 15 سفر باليد 12 في 24 15 يعني من الميتين بدى اشيل يا سادس نشيل 50 دينار شيل من الميتين 50 بدى بطبع تكي جواب 150 ما هو السؤال طالب مننا؟ قيمة الخصم لا يوجد داعي نطرح خلص 50 طيب الى بعدها وزعت وزعت مبلغ 490 دونار على اسرتين عفيفتين عفيفتين بالنسبة 2 الى 5 مراعيات عدد افراد الاسرة في التوزيع كما اخذت كما اخذت كل اسرة شو بدك تعملي 350 والاسرة ثاني كم؟ 140 نعم لانو اذا جمعتوهم يا سادس رح يطلع معك 490 نعم طيب اجد القيمة الناقصة في الجدول هون اربعة يحكون جواب هون ثلثين اكتب النسبة المئوية للاخصان التي نجحت بالانبات نعم بس ثلاثة يعني ثلاثة من اصل العشرة شو معنى ذلك اذا بدنا نطلع نسبة مئوية يعني من مية 30 يعني بدان ما نحكي عشرة نحكي مية وبدان الثلاثة بتصير ثلاثين نعم ثلاثين على مية ثلاثين بالمية لبعدها اكتب النسبة المئوية للاخصان التي لم تنجح ثلاثة بس اللي نجحوا اللي ما نجحوا سبعين سبعة ثلاثة 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 بلغت نصاب ومضى عليها ما قيمة الزكاة التي تخرجها خمس وعشرين طبعا دايما نسبة الزكاة لا تغيروها يا سادس خمس وعشرين على ألف ضرب ست آلاف يساو مية وخمسين دينار طيب اي القادية صحيح واي الخطأ بر الإجابتي الثنتين خطأ هون هاي صحيحة هاي ليش غلط لأن ثلاثين بالمية تساوي ثلاثة بالعشرة مش ثلاثة من ألف هون لأن خمس وعشرين بالمية تساوي خمس وعشرين على بالألف نعم طيب اللي بعدها تدريب على الاختبارات الدولية يا سادس مهميا الأسئلة هاي بقولك إذا كان ثلاثة على خمس وعشرين بالمية من الحضور بالعروض المسرحية كانوا أطفال طيب قدي النسبة المئوية لهدول الأطفال من بين حضور يعني من ثلاثة من أصل خمس وعشرين بدنا نعملها نسبة مئوية شو بدنا نعمل؟ 12 بالمية طيب هاي الخمس وعشرين بدنا نحاول نتذكر هذا الحك لما حكينا أنه لازم يكون المقام بهالحالة من مية خمس وعشرين رح أضربها من تحت ضرب أربعة وثلاثة ضرب أربعة فتصير اطنعش على مية اطنعش على مية اطنعش على مية وتساوي اطنعش بالمية طيب عندما يجري فادي حول الملعب أربع مرات تكون أخته قد أنهى تجري حول الملعب ثلاث مرات فإذا تجري فادي 12 مرات فكم مرات تكون أخته قد جرت حول الملعب تسعة طيب وبعدها تستهلك آلة 24 لتر من الوقود عشان تشتغل 30 ساعة طيب بدي مش 30 ساعة بدي 90 ساعة يا سادس شوك العمل؟ 72 72 ممتاز حبل طوله 64 متر يريد دريان تقسمه إلى قسمين بالنسبة 1 إلى 3 ما طول الجزء الأقصر 16 متر نعم أحسنتي فكما نكونوا مخلصين اختبار الوحدة لا تنسوا تشتركوا بالقناة تغطي لايك ونشوفكم بالوحدة السابقة باي حيلا اللقاء